شفنا تتالي الأحداث وتسارحها منذ البرحة والحق يقال كان ضغط شعبي رأي العام من ناحية الأعلام من ناحية أخرى من أجل إيصال أصوات الشبان هذوما تدخل لرئيس الدولة اليوم كيفاش تقرأها؟ خليني نقرأ الواقع ككل تفضل لأن المسألة متهمش كان يوسف وضياء هما عنوان لمعركة كبرى مشهودة مصيرية خذها التونسيون بمختلف أطيافهم السياسية واختلافاتهم الاجيولوجية معركة الدفاع عن حرية التعبير كان يوسف وضياء عنوان لها وعلى امتداد ساعات طويلة رابط التونسيون وتمترسوا مدافعين عن هذه الحرية لأن عدم مساندة يوسف وضياء كان يعني بداية خسارة هذه المعركة من أجل الحفاظ على حرية التعبير أو ما تبق من حرية التعبير وبالتالي أن نحيي كل القوى الوطنية على هذه المعركة اللي متنجم كان تشرف تونس وتشرف التونسة وهذا القرار اللي أصدره رئيس دولة هو انتصار لحرية التعبير في تونس انتصار لإرادة التونسيين واليوم مفروض رأوا احتفال وطني بيوسف ونضال بصفتهم رموز لهذه المعركة نختم ونقول وقت اللي خرج نوري بوزيد بش خرج الفيلم بتاعه صفية أحمد نذهب وتحت الضغوطات الرقابة في تونس اضطر بش يحذف منه دقيقة ونص اكتب المرحوم الصغير أوليد أحمد قال له يا نوري رأوا مش حثفت دقيقة ونص من الفيلم بالشي اللي عملته رأك أخخرت بحرية التعبير في تونس دقيقة ونص وبالتالي المعركة اللي خذوها التونسة أنا شخت عليها وعطاتني بصيص أمل في أنه هالشعب هذي اللي في كل مرة نسخيلوه ما عادش لهي بقضية الحريات وما عادش يدافع على الديمقراطية ووقت اللي جد الجد تقف الناس كوقفة رجل واحد وهو الشعب اليوم ينتصر انتصار كبير بعد التفاصيل القوضاء نقابات الأمنية رئيس الدولة ليس وقته اليوم اليوم وقته باش نثمنوا هالانتصار الكبير وما نخلوشه يتمرغط في بعض التفاصيل الهامشين جهد كاله